الآن حاول أن تحل صفحة 45 سنقوم بحل التمارين الثلاثة التالية 2B زائد 1 على 3B هذا التمارين الأول ناقص 2 جذر 3 زائد 1 على 2 جذر 3 ناقص جذر 3 جذر 11 مضروب بما بين قوسين ناقص 3 جذر 11 زائد 2 جذر 11 الآن ستقوم بالحل روان تفضل يا روان سنقوم بحل أول تمرين ناقص ناقص هنا نوحد المقامات نعم لدينا 2B نضع 2 زائد 1 على 3 ونوحد المقامات على 3 ناقص نضرب نضرب 3 في 2 6 1 في 1 ضد الواحد ومنجمع هون أنسي منجمع 6 زائد 1 تصير عنها B يساوي 7 على 3B نعم إذن المقدار يساوي 7 على 3B بكل بساطة أحسنت يا روان بارك الله بك إذن وضعت روان 2 زائد 1 على 3 ما بين قوسين وضعت B خارج لقوسين لاحظت أن هناك كسور الكسور يجب أن أقوم أثناء جمع الكسور توحيد المقامات 2 على 1 زائد 1 على 3 وحدنا المقامات المقام المشترك هو 3 أصبح لدي 6 على 3 زائد 1 على 3 بارد B 7 على 3 مضروبة في B شكرا يا روان لمشاركتك الآن التمرين الثاني تمرين الثانية آمنة آمنة سهيمان نعم آنسي معي ناقص 2 جزر 3 زائد 1 على 2 جزر 3 ناقص جزر 3 يلا يا آمنة سوى الشيء من الواحد المقامات نعم تصير على ناقص 4 على 2 جزر 3 زائد 1 على 2 جزر 3 ناقص 2 على 2 جزر 3 وتساوي ناقص 5 على 2 جزر 3 نعم ناقص 5 على 2 جزر 3 أحسنتي يا آمنة بارك الله بك إذن ننتبه ناقص 2 زائد 1 على 2 ناقص 1 وضعته هذا من قوس ضر جزر 3 أضع المقام ناقص 2 على 1 زائد 1 على 2 ناقص 1 على 1 مقام العدد الطبيعي هو 1 أثناء توحيد المقامات وصبح المقامات جميعها 2 ناقص 4 على 2 زائد 1 على 2 ناقص 2 على 2 إذن ناقص 4 ناقص 2 ناقص 6 زائد 1 ناقص 5 على 2 طبعا العمليات كلها تجرى على البسط والمقام المشترك يبقى على حاله الجواب النهائي ناقص 5 على 2 ضرب جذر 3 طبعا أستطيع توحيد المقامات مباشرة دون جمع العداد بمنقوسين لكن بسهولة أو بطريقة ثانية وضعنا ذلك يمكن توحيد المقامات مباشرة أيضا بقي لدينا السؤال الثالث الأخير محمد الشيخ تفضل يلا يا محمد ياس عاستي بس ما طلعت عندي ايه صار عاستي هون بدنا نضرب عاستي ليداعش جذر ليداعش بدنا نضربه ناقص 3 جذر ليداعش ونرجع كما نزود يعني هوني نرجع كما نضرب جذر ليداعش بتزائد 2 جذر ليداعش نعم ضربة ناقص 3 جذر ليداعش بتتمع نفسها ناقص 3 ناقص 3 زائد إيداعش ضرب إيداعش ناقص 3 ضرب إيداعش طيب سؤال يا محمد سؤال يا محمد نين إجا العدد إيداعش هون أنا كان عندي جذر إيداعش مضروبة بناقص 3 جذر إيداعش لأنه هنا ناسي جذر الجذر وكان العدد تحت الجذر نفس العدد التاني بيروح الجذر نعم بتبعنا يعني تمام من قول جذر إيداعش للتربية فيكون الجواب إيداعش أحسنت يا محمد نعم القوس التاني القوس التاني بس كمان نضرب جذر ليداعش بزائد 2 جذر إيداعش بتصير كمان 2 كمان بتصير ليداعش 2 ضرب إيداعش تمام هو بصير ناقص 3 ضرب جذر ليداعش بتصير هون ناقص 33 زائد 22 ويصاوي ناقص 15 ناقص 11 ناقص 11 نعم إذن جواب النهائي ناقص 11 شكرا لك يا محمد أحسنت الآن ابتسام ستقوم بحل التمرين لكن بطريقة ثانية هل يوجد لديك طريقة أخرى يا ابتسام؟ أنسي لا أنا ما عندي طريقة ثانية حالي نفسها الطريقة يعني نفسها الطريقة طيب أنا حالي بطريقة ثانية طيب فضلي أنسي يساوي جذر إيداعش نفتح قوس ناقص 1 جذر إيداعش ونسكر القوس يساوي جذر إيداعش ضرب جذر إيداعش ويساوي ناقص جذر إيداعش ناقص 11 ناقص 11 بالنهاية تمام أحسنتي بارك الله بك إذن هون صديقتنا قررت أنه ناقص ثلاثة جزر إداش زائد اثنين جزر إداش هي مباشرة ناقص واحد جزر إداش يعني أجرت عملية الجمع داخل القوس ثم ضربت جزر إداش ضرب ناقص واحد جزر إداش فكان الجواب ناقص واحد ضرب جزر إداش ضرب جزر إداش فكان الجواب ناقص واحد ضرب إداش يعني ناقص إداش يعني هون ما وزعت الضرب على الجماعة أو الطرح أجرت العملية داخل القوس بعدين ضربت بجزر الإدعش طبعا هون أنا هاي المراحل كلها تفصيلية ممكن مباشرةً اكتب جزر إدعش ضرب ناقص واحد جزر إدعش الجواب ناقص إدعش مباشرةً هاي طريقة ثانية للحل وهي طريقة أيضاً صحيحة شكراً لكم لمشاركتكم تمنى أن تكونوا قد يستفدتم وبالتوفيق إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته